اشتركوا في القناة هنحتفل بها بس الاهم ان احنا لما نحب ربنا سبحانه وتعالى بجد وعن يقين هنلاقي الحب ده متجسد في حياتنا متجسد في كل اختياراتنا وفي كل اتجاهاتنا وبأمر الله كل حاجة بتتمنوها تتحقق بس خلي عندكم ثقة ويقين في الله بإذن الله طيب النهاردة الحلقة بتاعتنا بإذن الله هتبقى عن ملفه قضية كبيرة قضية شائكة هي عن جرائم الاموال العامة وجرائم الاموال الخاصة بالاشخاص او الاعتداء على اموال الاشخاص جرائم الاموال العامة هنتناول فيها كل الجوانب الخاصة بغسيل الاموال والاستيلاء والاختلاص وكل الشقوق التابعة لهذه القضية طبعا كمان جرائم الاعتداء على اموال الاشخاص منها السرقة والنصب وخيامة الامانة هنقدر النهاردة في الحلقة بإذن الله نقدر نقدم لكم ازاي نفرق بين الشيك وإصال الامانة ازاي نحط ايدينا عن نقاط الضعف والقوة في الشيك وفي إصال الامانة هنتكلم كمان عن الغريمات وهنشوف طبعا ازاي تقدر الغريمة انها تقدر تجيب حكم البراءة لنفسها موضوع كبير وموضوع شائع كنتكلم عليه ان شاء الله في الفقرة التانية طبعا هيكون ضيفي العزيزة الموارن يوم شرفني فيها الاستاذ محمد عيسى المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بس في الفقرة الاولى هنتكلم شوية عن موضوع مهم جدا برضو موضوع يعني ملف لازم يتفتح وخاصة الانباناشد من برنامج بين الناس اعضاء مجلس الشعب اللي ان شاء الله بإذن الله المقبلين على الدورة البرلمانية القادمة يا ريت موضوع ملف النظافة النظافة لازم لازم نهتم بالموضوع ده جدا اولا نتجنب الامراض ثانيا عشان نجمل بلدنا كل واحد لو حط على عاطقه مسئولية ان هو يجمل البلد دي يجمل بيته يعني زي ما بقول كده يزرع حاجة بسيطة يعني شجرة وردة ما يعني اي حاجة خضرة تقدر تجمل بيتك تجمل مدينتك تجمل شارعك كل ده هيعود عليك بالنفع هيعود على المكان اللي انت عايش فيه هيوسق العلاقة بينك وبين جيرانك هتخلي الشكل العام الشكل مرغوب طيب لما نزلع شجرة لما نهتم بالنظافة الشجرة دي اهم حاجة ان هي هتزود نسبة الاكسوجين وهتخلصنا مثلا اكسيد الكربون طبعا احنا عارفين الكلام ده بس انا بتكلم على النظافة كمان مش بس النظافة في الشوارع وفي المدينة تم كمان بجمع النفايات فيه اكياس خاصة بيها ياريت موضوع النظافة ده ياخده يعني زي ما بقول كده حيز اكبر من الاهتمام عايز اتكلم في حاجة مهمة جدا برضو النظافة الشخصية او على المستوى الداخلي خاصة نتيجة الانتشار طبعا فيروس الكورونا طب الفيروس ده وكل الامراض الوبائية المنتشرة المعدية نقدر ازاي نتجنبها نقدر ازاي بغسل الايد زي ما احنا قلنا في الحلقات السابقة نهتم بغسل الايد نهتم بالنظافة نهتم ان احنا نعزل النفايات يعني زي ما بقول كده نفردها نفرد مثلا الاحشاء الداخلية ليه الفراق واللحوم والحاجات دي نخليها في كياس لوحدها ونعزل الزجاجات البلاستيك وما الى ذلك عشان مثلا لو هيتم اعادة تصنعها نعزلها برضو في اكياس خاصة بيها اهم حاجة النظافة من الايمان حافظوا على نظافة اروحك الداخلية هتحبوا ان الله جميل يحب الجميل هتحبوا الشكل الخارجي لما يكون جميل هتحب نظافة بيتك حافظة نظافة بيتك تتجنب الامراض وعشان كمان في سلام الداخلي تعيش في سلام داخلي المكان لما بيبقى جميل حواليا او في اي مكان العين بترتاح والنفسية بتتعالج او بتشفى الارواح بتشفى من المنظر الجميل حافظوا على نظافة الاماكن حافظوا على نظافة بيوتكو جملوا الشوارع تخلصوا ساعدوا مش لازم كل حاجة نقول المؤسسات والحكومات هي لازم تتكفل بلم النفايات او جمع الزبالة او مائلة زيك احنا كمان لازم نساعدهم احنا كمان لازم نعمل موضوع العزل ده ضروري جدا في النفايات في البيت وكمان نقدر نتخلص من النفايات دي برضو في اماكن مخصصة ليها مش نروح نحرق الزبالة في اماكن عامة او في اماكن فيها سكان وده بيبدأ يرجع طبعا باضرار واثار سلبية على الصحة وعلى الاطفال لا عايزين كمان نساعد الحكومة في موضوع النظافة ياريت الملف ده تهتم بيه طبعا تحت قبة البرلمان دورة البرلمانية القادمة بإذن الله موضوع النظافة ده موضوع مهم جدا تجميل الشوارع تجميل البيوت احنا حاجة لما المكان والحي ابدأ بمدينتي ابدأ ببيتي ابدأ بالمكان بالشارع بالمحافظة كل واحد لو بدأ بنفسه الموضوع هيبقى زي العدوى هينتشر في كل انحاء الجمهورية وفي كل انحاء البلد مصر جميلة جميلة بأولادها جميلة بأبنائها الصالحين يتخطوا ايديهم في ايديهم بعض يتكتفوا عشان يجملوا البلد دي البلد دي تستحق من كل اهتمام وكل تقدير عشان هي منها وإليها هنعود طبعا انا مش عايزة اطول عليكم في موضوع النظافة ولكن هيبقى ياخد معانا طبعا حلقات قادمة ان شاء الله احب بس طبعا انا وهديكم باذن الله عن مفاجأة برنامج بين الناس ان شاء الله في رمضان 2020 انتظرونا في حلقات خاصة بإذن الله هيبقى من قلب الشارع في رمضان من كذا محافظة هننقل لكم احتفالات شهر رمضان المبارك المواطنين ازاي في كل محافظة التقوص الخاصة في كل محافظة في استقبال شهر رمضان المبارك على الله علينا وعليكم باليوم والبركات ان شاء الله ربنا يبلغنا شهر رمضان الكريم لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله تعالى هنطلع فاصل ونستقبل ضيفي العزيز وارجعنا لكم بعض الفاصل اعزائنا المشاهدين وان شاء الله نستكمل حلقتنا اليوم حلقة مهمة جدا ملف كبير وقضية كبيرة طبعا زي ما نقول كده جرائم الاموال العامة وكمان جرائم الاعتداء على اموال الاشخاص هنتداول كل الجوانب الخاصة بالموضوع النهاردة بإذن الله مع ضيف العزيز اللي منوارني ومشرفني في كل حلقة الاستاذ محمد عيسى المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولي مرحب بك يا فندي اهلا وسهلا بحضرتك اتشغفنا بحضرتك تعودنا دايما على اطلالة حضرتك المشرقة والمعلومات القانونية اللي بتمتعنا بها ربنا يبارك في حضرتك وانا ليه عظيم الشرف بالتواجب مع حضرتك ويا رب ان احنا نكون عم بحسن ظن حضرتك وظن السادة المشاهدين والحلقتنا لأعجابكم جميعا ان شاء الله بإذن الله حلقة قوية جدا ان شاء الله وقضية كبيرة موضوع جرائم الاموال العامة عايزين بس في الاول كده نحن نفس تعريف ايه جرائم الاموال العامة انا بس قبل اي شيء لان جرائم الاموال العامة دايما وانها تنظر امام محاكم الجينيات وبالنسبة في رسالة كان سيدنا عمر ابن الخطاب رضى الله عنه وارضاه ارسلها الى ابا اليزيد الى ابا موسى الاشعري كانت تتضمن الرسالة ان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة والبينة على من الدع واليمين على من انقر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما وحلل وحرم حلاله ولا يمنعك قضاء قضيته بالامس ثم رجعت نفسك فيه وهديت الى رجدك ان ترجع عنه فان الحق قضيم لا يبطله شيء والرجوع اليه خير من التمادي على البطر بالنسبة للجرائم الاموال العامة طبعا دي متعلقة وبتنظر امام محكمة الجنيات ومحكمة النق اعطت السلطة التأديرية الى القاضي الجنيات وارست مبادئ فريدة هذه المبادئ كان منها ان ملاك الامر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصورها معقودا لمحكمة الموضوع تتحصله مما يطمئن لها ضمرها ويرتاح اليها وفدانها فلا سلطان لاحد عليها ولا جناح ما دام له اصل سابت وصحيح في اوراق الدعوة لانها تستمد عقيدتها من كل ورقة في الاوراق المطرحة عليها وجاءت مص المادة 302 من قانون العقوبات واعطت الحرية الكاملة للقاضي الجنيات انا ببدأ كلامي بهذا الحديث حتى يتبين ليلة المشاهد ولا يختلط عليه الامر بان هناك قضايا يجدى فيها بالبراءة وقضايا اخرى يصدر بها حق يعني الامر ان احنا ما نخلطش على المشاهد لما نجي نتكلم في جرائم الاموال العامة هناك القانون العقوبات المصري تحدث عن هناك جرائم على الاشخاص الاعتداء على النفس وهناك جرائم متعلقة بالاموال جرائم النفس المتعارف عليها جرائم القتل والشروح في القتل والسرقة بالإقراه وضرب أفضل إلى موت والقاتل حط بالظامر جرائم الاموال انقسمت الى قسمين في جرائم الاموال العامة والجرائم التي يتم الاعتداء على الاموال الاشخاص العديد اللي هم الاشخاص الطبيعية يعني اموال عامة اللي هي اموال دولة الدولة منشآت وما إلى ذلك التعريف القانوني اموال الخاصة بتانية بالمواطنين بالمواطنين وكلا منها له أرقانه وعقوبته وحدد دور الفاعل في الجريمة ومن هو الفاعل بالنسبة لجرائم الاموال العامة هو كل اعتداء على منشآت أموال الدولة وكل ما يغضع إلى الجهاز المركزي للمحاسرات لرقبته حتى النقابات بالنسبة المهنية برضو تغضع لذلك طويل لما نجي نتكلم المتهم في تلك الجريمة يجب أن يكون موظفا عام لأنه هو من قام بالاختلاس هو من قام بالاستيلاء هو من طلق الرشوة طويل في فرق في الأفعال القانون اللي حددها الاختلاس والاستيلاء طويل المختلف أي أن كان بقى المال دا تم تقدير المال المختلف بناء على لجنة والقضايا دي حضرتك بتتحقق في نيات الأموال العامة لها اختصاص المال تم تقدير بالظبط الاختلاس في تعريفه القانوني هو مال في حيازة أو المسؤول عنه الموظف مباشر وهو من قام باختلاسه أي المال دا موجود تحت تصرفه أو هو مسؤول عنه وهو وضع اليد هو الحائز عليه بأي صفة قانونية شرع له القانون وقام باختلاس هذا المال أو في عهدته بالظبط الاستيلاء بيكون هذا المال في عهدت شخص آخر وهو برضو موظف عام وقام بطريقة ما بالاستيلاء على هذا المال هناك بعض الأشخاص من الممكن للاقيهم طبيعيين ومتهمين في تلك القضايا تنفيق يعني بسهل؟ لا متهمين بالسهل؟ متهم بس هنا بقى الشراكة ويكون شريك في الجريمة بمعنى إن أحد السادة الموظفين سهله الاستيلاء على قطعة قرض أيها دوان ما دام هو صاحب مصلحة وانتفع منها كبالتالي شريك في الجريمة دي وطبعا الشراكة ديها أحكامها الشراكة لا تتحقق إلا بفعله ما دي قصد صاحبه التدخل في ابتكاب الجريمة بالضبط ده حتى لما الناس تقولك إيه أسلو أنت بتتكلم وبتقولي موظف عام لا ما احنا بنلاقي ناس تانية اللي هم مستفدين المستفدين بالضبط 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 العقوبة بتاعتها هي بقى طبعا زي ما قلنا لحضرتك السجن المشدد يعني كم سنة بتجن المشدد لا السجن المشدد ده حسب ظروف القضية والمحكمة ورؤية المحكمة النهاردة السجن المشدد آه بيبدأ من 3 سنين لا تقل عن 3 سنين طبعا طبعا ولا تزيد عن كام لا فيه بتوصل ل7 سنين وتوصل ل15 سنة تمام تمام وتوصل للمؤبد فكل حاجة تابع ايه يعني تقدير القاضي تقدير القاضي لكن فيه جزئية برضو أجاز القانون الفترة الأخيرة في التعديل برضو ان طبعا بعد حداث صورة 25 واللي حصل في البلد طبعا أباح التصالح التصالح مع الخصم مع الطرف مع الدولة مع الخصم الدولة منعف الطرف التاني بالضبط تنقض الدعاء الجنية دي بالتصالح تمام سلوطه ايه مع التصالح لازم يسدد المبلغ اللي تم الاستلاء عليه أو اختلاسه يتم سداد يسدده بالكامل بالكامل طبعا وفيه غرامة فيه غرامة لكن الجزئية دي احنا فيه تعقيف صور ده بعد يزدى حضرتك آه صدح آه ان النهاردة فيه ناس تقول ان الجزئية دي او ببيح التصالح في قضية زي كده لان الاعتداء ده بيعتدي على اموال الشعب اموال الشعب اموال الدولة عمالة مش مال خاص بشخص معي تمام النهاردة الاعتداء اللي تم ده بيجوز في التصالح تمام انا كده ببيح للمسؤول انه هو يختلف وبعد كده هيلجأ انه هو يقول لك هالي تصالح بالظاف لكن فكر الدولة او المشرع القانون لهذه الجزئية قال طب انا باستفيد ايه لما احبسه ما ممكن يتحبس وما يسددش ويطلع يستفيد من الفلوس طيب او هو كان عاملها في فترة كان فيه ناس كتير مختلسة في الفترة دي وثبتت ادانتها وكان الدولة مثلا او المشرع عايز يستفيد من المبالغ دي كنت انا ممكن اعمل حاجة ده برأي قانوني تمام عندما شباع عز القانون كان حدد له وقت زمن ان انا ما يجوز التصالح في الجرائم المستقبلية اللي هتتم لسه لا كنت انا حددتها بسنين معينة وفعلا موجودة موجودة في القانون التصالح في المخالفات المبالي حددها باخر رسم في في 2017 آخر رسم جوي قال المخالفات اللي بعد في 2017 لا يغوصها التصالح كنا احنا عملنا برضو الجزئية دي فدي برضو احنا بنعرضها على المشارع ومقترح وهو أكيد طبعا طيب احنا ده كلامنا شوية عن جرائم الأموال العامة هاي سيب برضو ناخد فكرة عن غسيل الأموال هو حضرات غسيل الأموال ده هو القانون ألفين ألفين واثنين تحديد القانون آآ تمانين رقم تمانين لسنة ألفين واثنين حدد فيه أموال إذا تم تحصيلها عن جرائب معينة سواء كان هذه الأموال بقى إدارتها حيازتها آآ أي تعامل على هذه الأموال بيعتبر هو غسيل الأموال وعقوبته تصل سبع سنين في سجن مشتا لا تزيد لا تزيد عن السبع سنين والغرامة نسليئة الأعمال الجرائم دي المنصوص عليها اللي بيحصل منها هذا التربع طبعا جرائم المتحصلة عن إتجار في السلاح على إتجار في المخدرات لو فيه تمويل إرهابي فيه طبعا جرائم المتحصلة عن جرائم السرقة عن جرائم النظر يعني جاية بتلقى غير مشروع جاية بتلقى غير مشروع ومصادرها مجهولة تماما فبيتم إنها بيخش في بنت إن دي غسيل أموال طب بالنسبة برضو للناس اللي بتبقى جاية مثلا من دول أجنبية وبيدخلوا بيهربوا العملة الصعبة أو ما إلزالك تماما برضو ده بيخش تحت بنت لا ده ترويج عملة ترويج عملة ترويج عملة ولايس غسيل أموال لا مش غسيل أموال لأن غسيل الأموال هو اشترك القانون زي ما قلنا لحضرتك إن الأموال دي كن متربحة عن تجارات معينة المخدرات والسلاح المخدرات والسلاح والإرهاب والجرائم المضرة بالأمن طبعا الوطني وطبعا لو فيه الأثار والكلام دوت والأثار كمان آه طبعا وجرائم النصب لو أحد عمل شركة معينة ونصب واختلس أموال الأشخاص العاديين تماما وبرضو الجرائم المتحصلة عن الاختلاص والاستيلة بالنسبة للمال العام طبعا القانون جرم حياة زيت وجرم التداول فيها وإدارتها أي صلة تربطت بالمال ده فهو فعلا يجرمه يعقبها إلا في حالة واحدة إذا كان الجاني وبرقه في الجزئية ديك أو أعفاه آه إذا أبلغ السلطات بالجريمة قبل العلم بها قبل قوة لا مش قبل قوة ما هو وقعت لكن يبلغ السلطات المختصة بإن فيه جريمة كذا يعني يبلغهم إزاي في جريمة هيتم تنفذها لا فيه غسيل أموال الشركة الفلانية دي بتعمل غسيل أموال إنه مثلا عارف أنت المصدر دا مش بالضبط الشخص دا آه يعفى منها دا إذا كان فيه طرف دا هو طرف في القضية كمان شاهد يعني آه يعفى منها إذا هو اللي أبلغ السلطات هو اللي أرشدهم على زي من الجريمة طب إفض حقيقي هو شريك في الجريمة دي ولكن هو عايز ياخد دور الشاهد فيها آه حق قانون دا له الحق مدام السلطات ما عندهش علم آه السلطات بقى لو عندها علم آه وساعد السلطات في القض على باقي المتهمين أو ساعدهم في إرجاع المال العقوبة بيعفى بيعفى ولا العقوبة بتخفف لا بيعفى بس هل دا دا هنا كده ما بي إن هو إن هو مزدف هو بفعل ما أنا أقول لحضرتك على الحاجة لو جينا نتكلم السلطات لفسها ما عندهش علم للجريمة لا أنا بأتكلم في حضرتك إن لو فيه فعل غزي الأموال وهو مشترك فيه له طرف فيه زي ما حضرتك قلت فيه شراكة ولكن هو حب يخفف العقوبة على نفسه فراح يبلغ فاعتبروه شاهد إثبات أو شاهد على يعفى يعفى من العقوبة تمام يعفى ولكن ما يتمش تكفيح العقوبات وإذا أدل بمعلومات هذه المعلومات ساعدة السلطات طبعا اللي هي السلطة التنفيذية تمام رجال الشرطة أو الجال المنطبي المختصة المختصة ساعدهم في الإدلال بمعلومات جديدة المعلومات دي ساعدت على ضبط متهم معين القبض يعني على الشبكة دي أو الضبط أو الأموال برضو دي بترجع لمين ليهم هم لتقدير السلطة التنفيذية لتقدير السلطة تمام المختصة طيب ده من نسبة غسيل الأموال طبعا احنا كده تكلمنا شوية عن شق غسيل الأموال لو تكلمنا بعد كده عن نتقل شق الاعتداء على الأموال الأشخاص سرقة زي بحضرتك قلت خيانة أمانة نصب الموضوع ده كبير أنا برضو عزين المشاهد يفهم جيدا إن جرائم الأموال اللي اعتداء على المال ده أنا عندي زي ما في حضرتك بينتي فيه جرائم المتعلقة بأموال الأشخاص جريمة النظر جريمة السرقة طبعا السرقة دي فيه سرقة بالإقراع لو تخلى فعله اعتداء بدني إذاء بدني لجسد المجني عليه ده كده بتخش اعتداء عن نفسه تمام هي متعلقة السرقة هنا ده شروح فقات لكده لا شروح فقات لحاجة حاجة تانية آه باكده وصف تاني لا أنا أصدقوله هو فعلا اعتداء عليه من ناحية الجسد وحاول يقتله ما أنا هوضحها لحضرتك دي هو نوضحها للسادة المشاهدين السرقة بالإقراع بس إحنا نتكلم فيه أنا عندي جرائم بتتمثل النظر وطبعا السرقة وخيانة الأمانة خيانة الأمانة دي اللي بترتب عليها طبعا عندي قيمة المنقلات إصال الأمانة وطبعا الشيك البنكي بالزبط طبعا هو ليه القانون التجاري اللي بيحكم عايزين نوضح عن تدغطة دي ونفرق بين إصال الأمانة والشيك وعيهم أقوى وإيه نقاط الضعف هنا وإيه نقاط الضعف هنا وإيه نقاط القوة هنا وإيه نقاط القوة هنا تمام بالنسبة لإصال الأمانة إصال الأمانة ده بعد إلغاء الشيك الكتابي تمام بقى يعتبر النهاردة لما بندخل المحكمة بيلاقي محكمة الجنح هو جنح طبعا عقوبته الحبس مش السجن الحبس مش السجن آه وفي حد بين طبعا السجن ده للجنات تمام والحبس سجن مشدد يعني كذا سن آه السجن والسجن المشدد المؤبد آه إنما الحبس ده يعتبر عقوبة مخففة شهور يعني ما هي بتبقى من 24 ساعة لسنة ثلاث سنة آه تمام وفي ظهرق ظروف مشددة بتوصل خبا السن بس في حالات معينة حتى يعني ايه احنا خلينا ايه نتكلم بال آه نعرف بس العقوبة آه بحيس إن احنا نشاهد برضو ما يخرجش تعلم تمام عشان يبقى عندهم معلوم احنا لو هنتكلم في إصال الأمانة طبعا احنا بندخل المحكمة دلوقتي بنلاقي خمسين في المية من رؤون الجنح بصلاة أمانة لأنه خلاص بقى اعتبر هو السند السند آه للمعاملات التجارية اللي موجودة معلاش الدائلين والمتعسرين آه حد هيضمن حد في دين معين بيمضل على إصال الأمانة ممكن تلاقي إصال الأمانة ده لمجلس أورف ممكن ملاقي حد بي الغريمات الغريمات المتعسرة بتشتري تلاجة بتشتري حاجة بتجهل بتتمضع على إصال الأمانة آه النهاردة احنا لازم نحمل ناس دي يعني ايه إصال الأمانة إصال الأمانة ده ليه أرقام معينة لازم بيغضع أرقام جريمة معينة آه آه جريمة خيالة الأمانة أصلا لا تتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرفه في الشيء المسلم إليه كما لو كان ماليكا له طمع مع تعمد ذلك التصرف نشرح الكلام ده تينية مبيتة نشرح الكلام ده إزاي حضرتك إن أنا النهاردة إصال الأمانة ده بتكون من طلع أطراف طمع أنا استلمت من حضرتك فيلوس بتوصيلها لشخص آخر كنت بأخذ المبلغ ده وانتقلت يدي من الحيازة النقصة إلى حيازة كاملة واتملكت المال ده تأصى للأمانة لو انتفى أو الإصال ده كان ضمان لمعاملة تجارية أو ضمان لمجلس عرفي أو ضمان لأي شيء وانتفى ركن التسليم إن أنا ما استلمتش من حضرتك المبلغ ده أو حضرتك ما سلمتنيش المبلغ ده وثبت الكلام ده قدام المحكمة براءة والشكل الجنائي كده انتفى وده لو مبلغ مالي المبلغ المالي ده أو حاجة ممكن يرجع عليه بدعوة مدانية حاجة تانية تمام تمام بيتباني الكلام ده اللي نحكينا إزاي النهاردة بشهد تشتوت طبعا لو هطعم بالتزوير على أساس إن الصلب غير التوقيع تمام الزمن الوقت الزمن اللي حرر الإصال الحرر الإصال تمام الصلب نفسه غير اللي مضى غير اللي مضى تمام في وقت اللاحق على التوقيع دي كلها حاجات بتتمامل أمان المحكمة طب دي تقع في الإصار نعم دي تقع في الإصار آه دي تقع في الإصار طبعا أنا لما قلت الكلام الأولاني في الداية حديثة من حضرتك عشان برضو الناس تفهم تقولك طب ما احنا بنعمل الإصالات كده وما بتاخدش براقة احنا بنعمل الإصالات دي وبتاخد براقة مثلا من القاضي الجنائي للسلطة التقديرية تمام ويحكم كيفانا يا شاء أنا الكلام ده قلت في الداية حتى برضو ما يحصلش غلط وبعدين في اتجاهات آه وده معينة لكن القانون أوجب الكلام ده تمام ده بالنسبة لإصال الأمانة آه عندي إزاي أحفظ النهاردة واحدة سي مثلا آه من الغرينات دول عايزة تنضع بتجهز بنتها عروسة عشان تضمن حقك كامل ما تنضيش على الله يعني الواضح كده الفترة الأخيرة ييجي ايه اللي هو الدائل يقول لها نضع الإصال أو أيا كان الشخص كذا إصاله والأولاد طبعا اللا بيضيه كارثة حق ذاته لإنه ممكن اللي يشكيها تمام شخص آخر ما تعرفش عن ما هي حاجة وكمام ممكن يحط مبلغ ما هي ما تعرفش عن ما هي ومبلغ غير المبلغ يعني النهاردة انت سي أصل ده الخمس تلاف جنيه عشر تلاف جنيه ممكن يحط خمسون ألف صح وانا صفر وانا بالوراق دي قدامه طبعا تمام لا القانون بيحفظ حقوق الناس الجميع بس بس في باند بيقول كده أنا ما أحشف الغلط ولكن الطيبين أنا أنا أقول لك حالك على الحال يعني مش ما فيش باند بيقول كده خالص ما فيش دايما كنت بنسمع كده في الأفلام لا بنسمع وزمان القانون يا حضرتك ما فيش كلام سحنا عدناها وقولنا طيبين لا القانون بيعطي كل زوال حق أكيد طبعا بس أصد أقول يعني لازم الواحد يحفظ حقه عشان ما يديش الطرف الأخير المفروض النهاردة يبقى فيه عندي احتراز تمام إن أنا النهاردة لما أجي أفتكب أو أعمل شيء لازم يكون برضا عند الدراجة القانونية لو ما عندش الدراجة القانونية أسأل حد بالزبط بتاع قانون تمام تمام يحميلي مش أكتر من كده يعني مش مجائم مش لازم بقى أنا أروح أمضى على اللابيض عشان خاطر عايزة أخد قرشين تمام أمشي بهم حالي مثلا في ضقيقة مالية ودي نفسه في دهيا طب نحن مسأسين نرجع النقطة مهمة جدا الشروط اللي توافر في إيصال الأمانة تضعفه ومشروط القوة ما احنا قلنا الحب لا بالنسبة كم طرف في الإيصال ما احنا قلنا تلات طب وغل نفرض سيء إن الإيصال الأمانة بين شخصين الموقف حتى معيهم هم بين شخصين المشترات أشخاص بين شخصين احنا هنا في حالتين هم لو قام من بحوزاتها الإيصال وأضاف الطرف التالت في الإيصال ده بيعتبر تزويل لا مش هيبقى تزويل لأن التوقع صحيح هم لكن هيعتبر كده فيه اتفاق في ركن التسليم إن أنا ما كانش عنه بالطرف التالت موجود طب وقت تحرير الإيصال تمام كده هندخل في النزاع المدني طيب دي حاجة وأرقانه زي ما قلت الحضرك لازم يبقى فيه ثلاثة اطلاف طيب المسلم والمسلم إليه والمستمع تمام دول لازم يكونوا موجودين في إيصال الأمام وقلنا إن هو برضو لما تيجي الغريمة دي الإيصال كله يتميلي صلبا وتوقيعا بحيس إن أنا برضو أبقى عارف أنا مضيت على إيه الإيصال فلان وفلان وفلان متفقد بالمبلغ بكل حاجة بحيس يبقى فيه بس تقريبا فاندم أنا سمعت برضو في إحدى الاستشارات القنية برضو إن من شروط الواجبة اللي صحة إيصال الأمانة مايتكتبش فيه تاريخ ما هو أصلا مايتكتبش فيه تاريخ لأنه بيعطبه لا فيه بعض تاسب دموجيا بستغل طيبة لا هو ما هو الطبيع ويكتب إيه بيقرخه لا ما فيش تاريخ فيه لأ لو تقرخ ده الإصالات الجاهزة زي فاندم الإصالات الجاهزة بيبقى فيه كده فيه كعب في الجنب مكتوب في التاريخ لا الكعب ده ما بتقدمش لأنه النهاردة ومن الضرائم الوقتية بمعنى إيه أنا النهاردة حضرتك أعططيني مبلغ أوصلها لفلاد الطبيعي إن أنا ما وصلتاش النهاردة ولا بكرة هترجعلي القضاء بيقول بترجعي لي بمطر مع حضرتك بترجعلي القضاء وبعد هو مؤرخ مثلا سيء لا من فعل والمدة لو عدت كمان والمدة كمان لو عدت زي الشرط الجزائي لكن مدة لو عدت بيبقى كده بطلان الإصال الأمان وبعدين بيبقى فيه دفع اسم التراخي في الإبلاح ما يمفعش التراخي في الإبلاح يعني هو كده بيفرد في حقه بيده وهو جريمة وقتية فهو هم يعني فاهمين طيب النساء النقطة دي برضو قبل ما ننتنقل منها الإصال الأمان اللي بيتوافى فيه ثلاث أشخاص وبيتوافى فيه شخصين العقوبة هنا والعقوبة هنا إزاي والنفل إن فيه حد للأسف محطش طرفات يرجع حقه إزاي هل حقه ضاع؟ لا ما حقه ما ضاعش نحن قلناهم حقه كده دعوة مدنية دعوة مدنية آه يرفع دعوة إنسان سداد المبلغ ده وليه الحق النوية تبتعون على التأخر أو فايدة ده حقه ولو الطرف الآخر طعم بالتزوين جاء للطب الشرائب أولا لا ما هو كده هو مش هيبقى فيه طعم بالتزوين بس هو ليه الحق أنه يدفع يطعم بالتزوين أيها الطرف الموضوع لأنه ده دفع جوهري وجوز الدفع بيه على أي مرحلة كانت عليها الدعوة تمام لكن إحنا بنتكلم دلوقتي اللي إحنا بنقول ما ينفعش يضيف طرف تالت لأنه لو ضف الطرف التالت بخط تاني مخالف من خط بالضبط كده بقى أنت داخل في إيه في موضوع من القصة أن أنت داخل قدام المحكمة والمحكمة ممكن تصدر حقم بالبراءة يبقى أنت ضيحت وقت كتير على نفسك من الأفضل لأنت تدخل في دعوة الإلزام ويصدر حق وبتتخذ إجراءات الحاجز للإدارة الطبيعية وحقك بيبقى موجه تحرير إصال الأمانة بنفس الشخص اللي حرر إصال الأمانة هو نفسه اللي مضي في الآخر مش دي أكتر حاجة تأكد يعني حقية الطرف اللي هو الفلوس طيب بالنسبة لثلاث أشخاص لو فيها ثلاث أشخاص برضو بتبقى جنح ولا ممكن تتحول جنائي لا كده جنح جنح برضو طب العقوبة بتصل قدية الحبس الحبس مدته زي ما حد تقول تلات سنين أقصى حاجة أقصى حاجة هو من 24 ساعة لتلات سنين حسب بقى طب لو الشخص تهرب ما هو تهرب أنا بلجأ للقب لأ نزل عليه حكم ونزل الجلسات دي بقى ما نقول للحركة على حاجة هنا ممكن نتكلم في جزئية اللي هي بتاعت الانقباء الدعوة الجنائية اللي هو ممكن يصدر حكم غيابي والراجل ده يفضل مثلا هربه مش هارفة رفز على حكم اه تلات سنين والتلات سنين ما ينقض ينقض تمام هنا أنا عنده جزئية أنا النهار ده إزاي يعني أعفي أو المتهم ده معطوش الحق إنه هو أو المحكوم عليه إنه هو يستفيد من الانقباء فيه مواعيد أو إجراءات معينة تقطع مدة الانقباء الانقضاء من آخر إجراء في الدعوة تمام أنا النهار ده لما أعمل إعلان بالحكم هو القانون أوجب إنه هو الإعلان يكون بشخصه تمام لكن إنه أنت تعمله إعلان بالحكم وتعمله في مواجهة النيابة خلاص ده كده هنبدأ فترة جديدة تمام سبوط فترة جديدة بالظبط كده بس قبل إيه ما يمر التلات سنين قبل انقضاء المدة اللي صدر فيها الحكم بالظبط كده عشان يعني الحكم ما يسقطش بالظبط عالفرض الجدلي صدر حكم الانقضاء الحكم سقط المحكمة أصدر القرارة من قضاء الدعوة الجنائية بمضي المد ليه الحق إنه ويرجع عليه بقى مدني يفتح ملف القضاء تيه؟ مدني مدني يرفع دعوة إلزام بقى بأمر جنائي طب وليه ما يفتحش ما يفتحش يفتح ملف القضاء بتنفيذ الحكم اللي كان صدر ما إحنا قلنا هو؟ ما إحنا قلنا هو؟ لو فيه قدر يقطع الانقضاء بالإعلهان كلنا قبل ما يمر تلات سنين انقضة الدعوة الجنائية خلاص كده الشك الجنائية امتهم ما عادش يفع ينفذ الحكم ده تاني لا خلاص بقى القضية خيصة قد أمل المحكمة كده برجع باقي إلى المحكمة المدنية أربع دعوة إلزام طيب تامن كده راحبنا طبعا نستاذ المشاهدين ووفينا موضوع قصر الأمان نتقل بقى شوية للشيك الشيك وتحرير الشيك وطبعا قاية حضرتك عارف شيكات بدون رصيد واللي بياخد قروض ما شاء الله من البنوك وما سوى الله يمضي على الشيكات في الآخر البنك يجي يتحقق من الموضوع يلاقي الشيك بدون رصيد هو قضية الشيك هي قضية الشيك يعني احنا نقول أفضل من إصالة البنوك الشيكات اه طبعا أفضل وأقوى الشيك بيتكون من ثلاث أطراب برضو الساحب والمسحوب عليه والمستفيد والمستفيد الساحب ده اللي هو صاحب الحساب للبنك اللي هو حرر الشيك المستفيد الراجل اللي هو بيصرف الفلوس البنك واللي هو المسحوب عليه طبعا الشيك ده البنكي معروف لدى البنوك وتبعوها لقى معينة وفيها الكلام المشكلة اللي بتقابل الأشخاص كأن احنا مثلا ممكن بتاخد الشيك وتروح تصرفه تمام تلاقي الشيك ده جاي لك رفض من البنك الرفض ده بيتبين على كزا حاجة اه كزا حاجة طبعا ممكن رفض الرصيب غير كافي ممكن الرفض لا يوجد رصيب ممكن الرفض لأن متبلغ البنك من الساحب عدم صرف هذا الشيك ممكن الساحب نفسه اللي هو نحكوز عليه نحكوز على أمواله لا دي جهة وقعة تانية لا حاجة تانية اه ممكن يكون محرر الشيك بطريقة ما اللي هو توقيع تاني يمنع صرف هذا الشيك ممكن يا فنم غير توقيعه المثبت في البنك لتلاعب في النقطة دي بيحرر الشيك الشيك بطريقة بطريقة مخالفة منضطه في البنك من أجل أن الشيك ده ما تسرح يضلل يعني صاحب المنفع فبيلجأ للقدار تمام يسبت حقه زي يسبت حقه بيرجع بجنحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وتقل القانون حتى قانون التجاري نفسه نصص اللي هي العقوبة لحبس تمام تمام في حالات طبعا الجريمة بتقوم بمجرد إعطاء الشيك بمعنى إن أنا النهاردة بمجرد إن أنا سي صرفت النهاردة كتبت الشيك وحررت الشيك النهاردة بتاريخ اليوم تمام والشيك ده هتصرف في معاد سي شهر ثلاثة اللي جاي آخر الثلاثة بمجرد إن أنا حررت الشيك لازم وأنا بحرر الشيك يا ساحب إن يكون عندي العلم وإرطي معروفة إن أنا إيه عند رصيد في البنك ومن الممكن المستفيد التعلام الأول المستفيد عندما تحصل على هذا الشيك يتوجه إلى البنك وشوفه كان عنده رصيد ولا لا طب ما عندوش رصيد من حقه ياخد رض في الوقت ده ويلجأ للقضاء قبل التاريخ هو قبل التاريخ هنا بقى الساحب من حقه بقى في المحكمة يقدم إيه ما يفيد إن هو يعرض الفلوس دي عليه في المحكمة أي أن كان بالطبع يعرض التصالح يعرض التصالح يعرض الضبط واتصالح طيب إيه إمتى يعفاه اللي هو الساحب إذا كان فعلا زي ما حضرتك قلت ما عندوش العلم إن الحساب ده اه اه إن هارضة إن فيه ما عندوش العلم إن ما فيش رصيد بس نستشفاه إزاي هو في حد ما عندوش علم إن ما عندوش رصيد في البنك أو لا؟ ما هو من الممكن إن الحساب يقف من البنك وقف الحساب ولم يعلم بس برضو لا بيعلم يا فندي تمام دي بقى بترجح سلطة تأدريها للمحكمة هو إذا يقيم دي بقى بتبقى وسائل معينة بس القانون نص عليها وإحنا بنعرضها تمام تمام في شيكات معينة لابد أن تصرف في معادة ما ينفعش إن أنا توجه بيها للبنك قبل المعادة قبل التاريخ نزب في المعادة المصبت في الشيك نوعين من الشيكين الشيك الحكومة اللي هو صادر من الحكومة نفسها لأحد المؤولين لأحد الأشخاص رواتب أيا كان لازل تنعادة ما ينفعش تتوضع من معاشات بابكبت نهاية الخدمة بالضبط كده فيه الشيك اسمه الشيك المصطر الشيك المصطر 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 ده ببعبارة من تحرط الشيك وصطرت عليه خطين كده ده ما يصرفش ألا أحد الأشخاص ولا يجوز التوجه قبل معاد استحقاب طب وليه التصطيرة دي إيه إيه المغزة منه هو كده أنا أكده وجهت للبنك بالتصطيرة ديت إن الشيك ده لا يجوز صرف طبعا دي بترجع للمعاملات التجارية هو أصلا حتى خضع للقانون التجاري وأوجفتها الحافس عشان كل المعاملات التجارية تبقى مضمونة تمام هو ده أأمن شيء بصراحة بس طبعا لكن بالنسبة لصلاة الأمانة طبعا ده بيبقى فيه ناس اللي بيدفع الفلوسهم باش دفع فلوس عامل حساب في البنك بيبقى الفلوسهم وجودة عنده بيصرف منها تلاجة مش عالي الحاجات دي بس لكن الشيك أأمن بكثير للدائل كمعاملة تجارية طبعا بالنسبة للبنوخ اللي طبعا بتجمد أرصدة خاصة الأشخاص اللي عليهم قضايا الحجز إجراءات الحجز إجراءات الحجز دي الحجز دي تتصرف إزاي طب ما هو مثلا ونفل إن هو عليك قضايا عايز فيها فلوس إزاي قضا يرفع الحجز ما يرفع الحجز ده بإجراءات قانونية إجراءات قانونية إجراءات قانونية قدام المحكمة لكن إحنا النهاردة من الممكن مثلا إجراءات الحجز هو بيحجز عليه إزاي عن مال اللي هو بيبقى إمزار أو إعلان بحجز مال المدينة لا دا الغير والقضايا بقى اللي بتبقى منسوب إليها بيبقى صدر ضده أحكام بالإلزام زي النفأة مثلا زي النفأة حكم بالإلزام فيه متجمد معين تمام متجمد ده عامل عشر كلام يحجزه بقى على يجي أنا النهاردة عارف إن اللي رصيد في المكان الفلان في البنك الفلان ومش رصيده بس موكي كمان مرتب لو هو بيستلم مرتب عن طريق البنك لا المرتب ده حاجة تاني مقنى النفأة بيتم أجزاء لا النفأة دي ما هو احنا قلنا حضرتك لو ما دفعش لا بمجرد إن إنت بتقدم الصيغة التنفيذية للشؤون القانونية امتنم في حالة إنه يمتنم عن تنفيذ لا هو مش هيمتنم مهما دام النهاردة عنده وظيفة حكومية مفراضات مرتب سواء كانت حكومية أو غيره النهاردة بتوجه للشؤون القانونية وبقدم ليوم الصيغة التنفيذية بعد الآلاف بالنسبة هم بيحجزوا متجمد النفأة بقى متجمد النفأة هو مش عاقد يدفع لا ما هيدفع ما أنا هحجز بقى على مالف الشركة ما أنا باتكلم فلا كده ها هو بيتم حاجز بقى حاجز مرتبه بإنذارات أو إنذارات أو بيتباعته في شغله بالضبط كده عشان يتم إعلامه إن في عليه متجمد النفأة طب مالء الحاجز بقى في متجمد النفأة النقطة دي بس عشان نتعاملها معايق أسئلة كتير والله المستادة المشاهدين على الصفحة ما نقول لحركة الحاجة دلوقتي إحنا اتكلمنا قبل كده متجمد النفأة بس التعديل معنا جاية الحضرات التعديل متين المادة متين تلاتة تسعين اللي سبقوا تحدثنا قبل كده اه طبعا طبعا النهاردة حصل الزوجة تحصلت على حكم متجمد نفأة مثلا عشر تلاف جنيه تمام مؤمن الممكن النهاردة هو ترفع تعمل دعوة الحبس تمام وتفيد إنه هو نفذ وتنفذ عليه كده تمام طي النهاردة لها الحق إنه ترجع للقضاء الجنائي اللي هو محكمة الجنح وترفع عملا بنص المادة متين تلاتة وتسعين تمام وترفع جنح بالانتناع عن ايه تمثيز الحكم دوت تمام دي موجود طي الراجل ده عنده رصيد في البنك لإجراءات الحجز بتعمل إنذار أو إعلان بحجز مال المدين لا دا الغيب أنا عندي حكم هوت والحكم ده أنا عايز أنا أكتزه عليه تمام بيحجز الليه المبلغ ده وبتصرف له تمام طبعا لو في بقى عنده مفردات مرتب وبشتغل في شركة معينة برضو بنفس الإجراءات بتقدر تنفذ الحق طب لو بقى يتحبس يتحبس ومرغما عن حبسه يتم الصلح بعد صدور الحكم ما أنا جاي بقى في الجزائر النهاردة لا تنقضي النفقة إلا بالإيه بالأداء 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 يعني إيه يعني أدية يعني لازم إيه يدفع يدفع تمام النهاردة يجوز التصار على أي مرحلة كانت عليها الدعم ويتامل وقف تنفيذ أمام المحام العاد تمام ده لو لو حتى الحكم بقى نهاجي واشترط القانون إن بنك ناصر لو ليه مستحقات وكان بيعطيها نفقات معانا بمبلغ السيدة أو السيدة ملهاش داعوا بقى هو بدفعه لازم الزوب أو المنوط دي دفع النفقة لازم يجيب شهادة من بنك ناصر إنه بدفع؟ إنه هو سدد بنك ناصر بسدد جميع الرسول السيدات المعيلات ملهاش علاقة هي طلع حكم نفست النفقة بتاخد نفقتها ولكن إن البنك ده بيتحصل بقى على الفلوس دي بنك ناصر طبعا آه طبعا بيتحصل أو ما بتحصلش من الطرف التاني مش قصة السيدة اللي هي ما هي مش قصتها بقى هو إحنا هنا النيابة نفسها والقانون أوجب كده ليبقى لأن النهاردة بنك ناصر مش هتستنى يا أنا رجل متفاجد عليه بصراحة يعني ما هنتكلم بصراحة بنك ناصر آه البنك ده يعني سدد كتير طبعا بالنسبة للنفقات ومتولى الموضوع ده بسبب إن الأزواج مثلا بيعطانعوا الكلام ده طبعا كان بصرف لهم بصرف لأي زوجة خمسمة جنيه بواقع خمسمة جنيه كحد أقصى مثلا طب الفلوس دي ما يحقوا ترجعنا وفي مصاريف إدارية طب ليه كحد أقصى يعني ليه في بعض النفقات المتجمد بيت نصرف أكثر من سبعممائة جنيه وألف جديد ليه حد النفقات ما يعليش عن خمسمين جنيه ليه حاجة ترجع للسياسة البنك نفسه سياسة البنك نفسه ولا التشريع لا التشريع ما ألزمش يدفع أبكام ما ألزمش ما ألزمش يدفع أبكام وعلى فكرة هو أصلا البنك ما كانش فيه نص قانوني فكرة معمولة ككفالة والبنك هو اللي كان متولى الموضوع ده بأمانة يعني بدون أي نص قانوني تمام هو كان بيرجع من خلال بقى الشؤون القانونية عنده كان بيرجع على الايه؟ على الزواج عايدين بس النقطة الأخيرة الغريمات النقطة دي مهمة جدا فيه كتير من الغريمات طبعا على ألف وألفين وتلات تناف حاجات بسطة جدا متخش تجد بتتحبس الغريمة إزاي تقدر تجيب براءة نفسها ده بالنسبة حسب السند إصال الأمانة هي المفروض لما تيجي تمضى على إصال الأمانة لازم تأمن تأمن نفسها إزاي؟ ما نحن قلنا لحضرتك في بداية الحلقة من النهاردة إصال الأمانة ده لما تيجي تمضى عليه يكون مكتوب بالكامل وعارفة المبلغ اللي تمضى عليه تمام؟ وتبقى عارفة هي استلمت الفلوس من شخص مين لتوصيلها لشخص مين تمام؟ وبناء على ذلك بيبقى موقفة أفضل لكن تمضى على بياض دي بنلاقي مساء طبعاً في النهاية أنا بشكر حضرتك طبعاً لتشريفك ليه في الحلقة وإن شاء الله حلقات مقبلة بإذن الله وقضايا شائكة أكتر وأكتر تساؤلات قانونية أكتر وأكتر طبعاً من العلامة الأستاذ محمد قيسة المحايم يستنى في العلامة كيستولة مورتين يا فندم متشكر متشكر يا فندم أنا سعيد جداً باللقاء مع حضرتك وربنا يا بارك في حضرتك ربنا يا خليك يا رب إن شاء الله أزاي مشاهدينا أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وعلى أمل ألقاكم بكل خير وحب وسعادة في الحلقة المقبلة إن شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة